ومن موقعنا موقع صدى البلد نقرأ مقال الكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد والذي جاء تحت عنوان دستور جديد لشعب يستحق الكثير قالت أبو الفتح من جديد أثبت المصريون أنهم على قدر المسئولية والثقة بعد أن خرجوا أمس وأول أمس في إقبال كبير وتوابير أمام اللجان ليدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور خرجوا جميعا سواء في الخارج في 124 دولة يتم الاستفتاء فيها على الدستور من خلال 140 مقرا بالسفارات والقنصليات والبعثات التبلوماسية أو في الداخل خرجوا جميعا رجالا ونساء وشبابا في ملحمة تاريخية تعبر عن شجاعة هذا الشعب وقدرته على الإنجاز بشرط أن يجد من يثق فيه وفي إخلاصه ويستنفر همته فتتفجر المعجزات ويثبت للعالم من جديد حرصه على حقوقه السياسية بالإدلاء بصوته وممارسته للديمقراطية بمفهومها الصحيح منذ أربع سنوات كتبت في ذروة البهجة بالدستور الجديد وقتها تحت عنوان هل لدينا شجاعة تعديل هذا الدستور إذ اتضح لي وقتها أن دستور 2014 جاء معيبا مليئا بالثغرات ولم تكن هذه الثغرات خافية بل واضحة لي منذ اللحظة الأولى منها مثلا تغييب مجلس الشورى وغياب منصب نائب رئيس الجمهورية الذي يمكن أن يخفف عن كاهل الرئيس بعض المهام أما مدة الرئيسة وحصرها في أربع سنوات في الفترة الواحدة فقد كانت لغزا محيرا من أول وهلة ولم تكن تكفي لدراسة المشاكل وخاصة في حالة دولة خرجت مهلهلة بعد تجربة إخوانية خرج منها المصريون منهكين بعد معركة مع جماعة إرهابية تشدهم إلى التخلف وتساءلت يومها كيف يستطيع هذا الرئيس أن يضمد الجراح التي مزقت الشخصية المصرية بعد سنة الإخوان الكئيبة ومتى يبدأ في التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد ومتى يشرع في تنفيذها صحيح فاجأنا الرئيس السيسي بما لم نكن نحلم به من معدلات السرعة في الإنجاز فكأنه خلال السنوات الأربع الماضية كان يسابق الزمن أنجز مشروع قناة السويس الجديدة في عام واحد وكان مقدر له أربع سنوات وفي عام واحد أيضا استطاع تشخيص أوجاعنا في مجال النقل فشق شبكة الطرق العملاقة أما القضاء نهائيا على أعطال الكهرباء وتحقيق فائد ضخم للتصدير وتحويل مصر من دولة مظلمة إلى دولة مصدرة ومركز عالمي للطاقة والبدء في مشروع الطاقة النووية والتعاقد بالفعل على تنفيذه بالضبع بعد عقود من التراجع في تنفيذه فكان القرار الشجاع بتحويل هذا الحلم الذي لا يقل أهمية عن السد العالي إلى حقيقة لا خيال كما تقول كلمات الأغنية وما حدث في الطرق والكهرباء حدث أيضا في مجال الإسكان بكل شرائحه بدءا من خطة القضاء على العشوائيات إلى تحويلها إلى مناطق حضرية تتحقق فيها كرامة الإنسان وحقوقه بكل معنى الكلمة لمن يدركون الأبعاد الحقيقية لحقوق الإنسان فضلا عن الرعاية التي أولاها الرئيس لسكانها وحقهم الذي صانه في الحياة الكريمة والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغار أما في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية فقد حدثت فيها فتوحات لم تخطر على قلب بشر فكانت هذه الصورة التاريخية التي ينقلها العالم عن المصريين اليوم وهم يخرجون في المدن والقرى والنجوع لتعديل الدستور ليلائم متطلبات العصر واحتياجنا للحياة الكريمة المستقرة فكان هذا الخروج والإقبال الكبير على لجان الاستفتاء الذي يثبت أن المصريين وعين لمصلحتهم وما يحدث في العالم من حولهم أنا على ثقة أنهم سيظلون على الوعد وعلى قدر الثقة التي منحوها منذ البداية للبطل الذي أنقذ مصر وحول أحلامهم في التنمية والاستقرار إلى حقيقة ملموسة لا خيال